السلام عليكم طلبتنا الأعزاء محاضرتنا اليوم هي الجزء الأول من الفصل الثالث مقاييس موقع المركز المركزي و التشتت مقدمة عامة على هذا الفصل عندما يتم وصف بيانات بصورة عددية دائما نوصفها بالاعتماد على قيم هذه الأعداد مالتها و نفس الوقت توزيع هذه القيم سنأخذ مقياسيا مهمين في هذا الفصل مقياس مقاييس المركز و التشتت ضم مجموعة من المقاييس ولكن سنأخذ مقاييس الانتشار مقاييس المركز سنأخذ مقاييس المركز و المحاضرة قادمة إن شاء الله مقاييس التشتت أو الانتشار مقاييس المركز عندما نوزع البيانات بشكل خط الخط الأعداد سنرى أين تقع مركز هذه البيانات هذه المقاييس يتبين موقع مركز هذه الأعداد أما مقاييس الانتشار يتبين الاختلاف بين هذه الأعداد فيما بينها البعض يعني مع كل قيمة كيف تختلف عن القيمة التي قبلها و القيمة التي بعدها عندما يتم توزيحها على خط الأعداد فمثل ما بداية قلنا محاضرتنا اليوم سنبدأ في جزء الأول من هذه المقاييس وهو مقاييس المركز بصورة عامة نحن نعرف الديتا سيت مجموعة البيانات دائما نظم منه مشاهدات المقصود بها تكرارات لبعض المتغيرات وهذه المشاهدات أو الملاحظات يعني قد تكون قيم مسجلة لدرجات الحرارة قيم مسجلة لأوزان وغيرها فهذه القيم تسمى رو دايتا رو دايتا يعني بيانات خام ما مصنفة يعني جبناها مباشرة من موقع القياس مثلا من موقع الفحص وجبناها سجلناها بورقة وجبناها هذا يسمى رو دايتا أو نسميه Any Group Data يعني بيانات غير تابعة إلى مجموعة لأني group نعرف أنه مجموعة فالAny Group Data هي البيانات غير تابعة إلى مجموعة معينة أما إذا كانت المتغيرات تم توضيحها بشكل جدول تكراري سنسمىها Group Data إذن كل البيانات التي تجيرنا على شكل جداول تكراري سنسمىها Group Data أما البيانات التي تجيرنا بيانات منفصلة يعني أرقام قياسات هذه نسميه Any Grouped Data وطبعاً بهذا الفصل راح نشرح لنوعين من هذه البيانات ال Grouped و Any Grouped Data حتى نشرح لها المقاييس المركز لهذه النوعان من البيانات هناك أنواع عديدة لقياس Central Dentancy قياس الميلي المركزي هو عدة أنواع أو قياسات نحن نأخذ فقط خمسة أنواع من هذه القياسات التي دائماً تداول في الإحصاء لقياس الميلي المركزي Central Dentancy وهي المين المتوسط والميدين الوسيط والمود المنوال و ال Geometric Main المتوسط الهندسي Geometric Main وال Harmonic Main المتوسط او الوسط التوافقي إذن نأخذ مقاييس المركزة المين المتوسط والميدين الوسيط والمود المنوال وال Geometric Main الوسط الهندسي وال Harmonic Main الوسط التوافقي وهذه هي أيضا هذه المقايز الخمسة التي ذكرتها سألكم سنأخذها لنوعين من البيانات نحن قلنا الanygroup data والgroup data وهذه هي القيم التي سنعتمدها سواء كانت للسامبل للنماذج أو للpopulation يعني نعرف أن السامبل هي مجموعة من القيم data set والpopulation هو جميع القيم فامثلتنا من نجي نأخذ حتى نشرح نحن لا ننسى السامبل والpopulation الpopulation من العراق كل الأشخاص العيشين في العراق ولكن نقول السامبل من سكان العراق نأخذ محافظة البصرة نأخذ محافظة الأنبار هذا السامبل من سكان العراق ولكن الpopulation يضم كل السكان المجتمع الpopulation راح نأخذ نبدأ بأول إن شاء الله بأول مقياس المركز واللي هو المين المتوسط The mean of numerical data set is just the familiar arithmetic average نفس المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي هو نفس الشيء ما نجده هو عبارة عن sum of all the observations مجموع المشاهدات divided by the total number of observations إذن هو عبارة عن مجموع المشاهدات حاصل قسمته على عدد هذه المشاهدات ودائما ننثلة بالX bar هذا هو الرمز مت المتوسط المين طبعا هذا المتوسط ما راح does not tell us anything about how small or large the data value is ما يطني أصغر قيمة وعلى قيمة بس مجرد يطني متوسط القيم كلها وين موقع المتوسط المنته وكما قلنا قبل أن أذكركم نخذ مقياس كل مقياس من هذه المقايزة الخمسة وين نوعين من البيانات من وضع data بيانات any group أي بيانات غير تابعة المجموعة أو بيانات التابعة المجموعة ومن أن أقول بيانات تابعة المجموعة يتخدد جدول تكراري نقوم بإستخدام الأول من البيانات البيانات الغير تابعة المجموعة يعني يظهر قيم معينة حسابات قياسات وهذا القيم ما مرتبط من جدول تكراري فهذه هي Any Group Data أو الاسم الآخر Raw Data وعلى سبيل المثال The sum of مجموع X1 X2 يعني القيمة الأولى والقيمة الثانية والقيمة الثانية المتغير X Capital مثلا نجمعها مع X2 مع X3 إلى نوصل إلى آخر قيمة من هذه القيم بس بهذه الشيء سرعة نكتبط طويلة فنحوض عن هذه الحسابات يعني X1 X2 بالرمز الأغريقي Samuation وهذا كنت تعرفون إذن Samuation هذا هو الرمز الأغريقي لحاصل جميع الأعداد مع بعضها البعض X1 X2 وهكذا فنرمز الأغريقي Samuation X وحاصل قسم تقنى علما على عدد القيم هذه المتوسط الذي دائما نرمزه بالرمز X Bar إذن بصورة عامة حاصل قسم تقنى مجموع القيم على عددها المتوسط هذه المعادلة المتوسط X Bar تساوي أنه يسمى XI إلى N لماذا نعطي 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 N نستعمل هذا القانون أعلى نقوم بتقنى كم قيمة 1 2 3 4 5 قيم وقال لك ما هو The mean of these values X Bar قم بالخضر نرسم هذا المتواصل للمركز موقع المركز المجموعة من البيانات أو القيم فنجعل الأعداد على خط الأعداد يعني 1 نجعل موقعها 4 نجعل موقعها 8 نجعل موقعها 8 نجعل موقعها 8 نجعل موقعها 10 6.6 مكورد بنبق 3 نجعل موقعها 9 نجعل يتم موقعها 8 نجعل قيم هذا موقع موقعها 8 نجعله المركز ملاحظة 9؟ الملاحظات هي كالاتي. أولاً The mean always exists. دائماً أكون مين. يعني بكل القيم دائماً عندنا شن وعندنا مين. هذه واحدة. الملاحظة الثانية The mean is unique. إذن هو المين موجود ولكن أيضاً قيمة واحدة. Unique يعني قيمة واحدة فقط. يعني كل قيم. أعطيك خمس قيم طلع لي بس متوسط واحد. أعطيك سبع قيم طلع لي بس متوسط واحد. أعطيك ألف قيمة أيضاً إنهم شنو متوسط واحد. هذه الملاحظات. نحن نأخذ المين for group data. إذن the mean for group data نحن نأخذها إن شاء الله. إلى قانون خاص به. القانون أيضاً هو X bar. يساوينا مجموعة summation for all the midpoint. مضروبي من the frequency التي تركها الفئة على مجموعة all frequencies. مجموعة كل تكرارات. إذن. حاصل ضرب كل midpoint اللي هو class mark هنا. في frequency مجموعة هذه لكل الفئات انقسم عليه مجموعة frequencies. وهذه الشيء مذكور هنا. X prime هو the class mark of the class i. يعني الفئة الأولى class mark مالتها. الفئة الثانية الفئة الثالثة وهكذا. وبعدين fi is the frequency of the class والن هي number of classes. عدد كمي كلاس عندي الثالثة الثالثة The class mark بالمثال For the following classified data الفئة الثالثة الذين anlamعوا to classify data بمجموعة من الفئات وكل فئة هي فريقونسي مالتها هذا الجدول تكراري يعتبر هذا النوع الثاني وهو Any Grouped Data يجب أن نستعمل المعادلة أعلى أول خطوة للحل هو أرتب القيم مالتي الفئات مالتي في هذه الشكل الجدول أخلي عدد الفئات هنا خمس فئات أرتب كلاس المالتها قلنا بأن نستخدمه X' أما نستخدمه من حاصل جمع كل فئة التي هي الأبر ونقسمها على 2 يعني المركز مالتها إذن 480 مجموعة حين نقسم على 2 2.85 وهكذا الفئة الثانية مجموعة حين نقسم على 2 إذن طلعت المدر والـ point وفريقوني هذا ما هو جدول الجدول وحين نقل وكما نقل وحين نقل ہے وهو سيطلع ذلك نقل 880 جدول المعادلة المالتها إذا اعتبوا لها بالأعلى سمويتشن وبالأسفل سمويتشن إذا مجموع X' في FI على مجموع كل الفريقونسي فإذا بها شرطة المجدول أنا جاهزة أحسبها مجموع هذا العمود كله ينطيني سمويتشن of X' في F في الفريقونسي ومجموع الفريقونسي هذا هو كله من نفس القيم جمعتهم مع بعض أقسم حاصل الجمع مجموع هذا الجدول على هذا العمود ينطيني هذه القيمة X' واضحة إذا أخذنا الميل لنوعين من البيانات For Grouped Data و For Any Grouped Data نأخذ هذه النوع الآخر من المقايس المركز والذي هو Median الوسيط ما هو الوسيط؟ دعونا نتكلم بصورة عام مع الوسيط يعني أنا عندي مجموعة من الأرقام أو الأعداد وعتبتها وطبعا لازم يكون حتى أعرف متوسطة هذه الأعداد أو الأرقام لازم ارتبها من الصغير Ordered from the smallest to the largest من الأصغر قيمة إلى أكبر قيمة إذا نطاني قيمة مبعثرة أرقام مبعثرة أرتبها من الصغير إلى الكبير نبقى الآن عدد هذه القيم يعني نطاني عدد القيم زوجي أو فردي يعني إذا أنا أطادك ثلاث أرقام سأقوم بعمل عدد فردي إذا أطادك خمس أرقام أيضا فردي ولكن من أطادك أربع أرقام سأقوم بعمل زوجي فالشيء المهم أيضا بالوسيط هو نوع هذه الأعداد هل هذه الأرقام هي زوجية عددها الكلي أو فردي فإذا كانت الـ N هو Audit فردي فالتالي الـ Median هو The Value Of The Position وقع الـ Median هو يكون في الموقع وقع الـ N هو عدد العدد الكلي زائد 1 على 2 يعني لو أطادك ثلاث أرقام ورتبتهم من الصغير إلى الكبير إذا الألمان هم جدرع من ثلاثة ثلاث أعداد زائد 1 هو أربعة على الثنيا ثنيا إذا موقع حين يصير أربعة على الثنيا ثنيا إذا موقع حين يصير في المنتصف يعني ليس الرقم الأول ولا رقم الثالث الرقم الثاني الذي سيكون هو المنتصف لهذه الأرقام فبالتالي أما إذا كانت الـ N هي AVEN زوجي إذا كانت عدد الأرقام أو مقدار عدد الأرقام كل زوجي ما سنفعله؟ هو حاصل المعدل The Average Of The Values In The Positions في موقعين الموقع الأول N Over 2 والموقع الثاني N Over 2 Plus 1 إذا آخر معدل المنتصف مال عددين بما أنه زوجي إذا آخر المنتصف مال عددين سأوضحكم بها مثلا إذا طلب أربع رقم أول رقم ثاني رقم ثالث رقم ثالث رقم رابع رقم سأقوم بإعادات زوجية إذا الـ Median هو الوسيط هو يعتبر معدل المنتصف لموقعين الموقع الأول هو N Over 2 مقابل أعددين أربعة على ثنيا موقع الثاني الموقع الثاني الموحدة للوسيط هو N Over 2 Plus 1 إذا أربع على ثنيا ثنيا أعددنا واحد ثلاثة إذا الموقع الثاني ويأتي الموقع الثالث ويأتي موقع الثاني أخر القيم مالتون ويبقل عليهم الأبعال وهذا الشيء هنا موضح أما لأرقام الأربعة فهو يكون معدل الموقع الثاني والموقع الثالث أيضا من الصغير هذا الكلام أخذناه بصورة عامة سوف نأخذها بشريح شوية أوفر أنه الميدين الوسيط لأرقام X1 X2 إلى Xn هو القيمة المتوسطة وإنما تكون الحسابات أو القياسات مرتبة من الصغير إلى من إلى كبير بصورة عامة الميدين إذا نشوف من فائدة الميدين الوسيطة هو الـ Value الذي تقسم Divided تقسم Data into two equal halves إذا هو الذي قسم لي البيانات إلى منتصفين نصف على اليمين ونصف على اليسار في هذه الحالة يعني 50% من البيانات تقع below the median والخمسين الآخر ونقع أعلى من عندها يعني 50% على يمين القيمة المتوسطة اللي هي الـ Median موقعها وأيضا 50% من البيانات تكون علي من على يسارها أو أعلى وأسفل نفس المصطلح إذا كانت عدد القيم أو الحزابات تكون هي فردية فقالنا هي قيمة واحدة Unique Value تكون Middle Value أما إذا كانت زوجية أيضا نقول هو There are two Middle Values قيمتين تكون بالمتصف وهذه الـ Median هو معدل هذه القيمتين دعنا أخذ أمثلة بالتفصيل ووضحنا كلام معنا المثال الثالث For the following raw data قل لك raw data يعني بعانات خام يعني Any Group Data ومتغير X ومتغير Y المتغير X بقيم 1, 8, 5, 10, 15, 15, 20 كم قيمة عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6 هذا هي الـ N ما تكون هنا Even زوجي دعنا 6 قيم أما الـ Variable الآخر وهو Y 8, 7, 12, 8, 6, 2, 4, 3, 5, 11, 10 كم قيمة لهذه القيم عندي دعش قيمة دعش قيمة بما أنه دعش قيمة يعني هذا شنو؟ هذا Audit إذن هذا الـ X هو Evening زوجي و Y هو Audit فبالتالي الـ X و X Y بما أنه الـ X يقول هو زوجي فبحث قيمة يتعلق محتمونا القيمة الأولى هي N 2 و القيمة الثالية هو N نحن نرتبهم من الصغير إلى كبير 1, 2, 5, 8, 10, 15 نحن نرى الموقع المالي الموقع المالي هو 6 على 2 يعني 3 هذا هو الموقع الأول الموقع الثاني 6 على 2 ثلاثة 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 مع المعدل المالي هو القيمة الوسيط 6.2 يحصل إيجاد المعدل للموقع المحتملين للوسيط الموقع الرابع والموقع العفو الثالث والموقع الرابع أما المتغير ويهدى عشق قيمة اذا القيمة واحدة القيمة واحدة الأكيدة للوسيط الواسكت هو n plus 1 over 2 إذن 11 زاد 1 12 على الاثنين إذن 6 إذن في الموقع السادس طبعا بعد ترتيب القيم من الصغير أمن إلى كبير رح أرتبها من الصغير الكبير أشوف موقع السادس 1 2 3 4 5 6 إذن الميدان هو شنو 7 قيمة الميدان هو شنو 7 بينما إذا كان عندي اودت إذا كان امن لا قيمة الميدان هو موقع أو قيمة الوسيط انتبه على هناك فرق بين موقع و قيمة إذا كان الأعداد زوجية فإذا سيكون موقعين للوسيط نستخرج هذا الموقعين ونطلع القيمة ونطلع معدلهم خمسة زادة الثمانية ونطلع قيمة هذا هو قيمة الوسيط أما إذا كانت فردية فموقعه إلى موقع واحد وهو ن زادة واحد على ثنين وهذا هو يكون الوسيط اللي هو رقم سبعة نفس القيمة أخليها كميدان ما هي خصائص الوسيط أول خاصية the median may or may not equal to the mean إذن الوسيط قد يصير يساوي قيمة المتواصل أو ما يساوي قد يساوي أو ما يساوي جيد عندي ملاحظة على الملاحظة الأولى أنا عندي ملاحظة يم تساوي إذا نطيتكم أرقام أو أعداد بتساوية مثلا نطيتك خمسة وخمسة وخمسة يعني ثلاث أعداد خمسة خمسة ما يقدر من مالتهم؟ هو مجموعة القيمة على عددهم مجموعة خمسة مجموعة خمسة زادة خمسة خمسة ثلاثة ثلاثة مالتهم أيضا ما سيكون هو موقعهم بينما هنا إذا رتب المنصة هي خمسة وخمسة إذن موقع الوسيط سيكون ن ثلاثة ثلاثة الواحد ثلاثة 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 لا حتى ثلاثة مئة بسرعة ��ة ahí 幻ت دائما بينما لديه نيازة المئة هناك هناك مقطع هناك زوجيا ثلاثة إذا كان ا serving ونقوم بإمكاني قيمة واحدة للموقعين ونقوم بإمكاني قيمة واحدة للموقعين لنقوم بإمكاني قيمة واحدة ننتقل إلى القياس الثالث قبل أن نقوم بإمكاني الـ Median for Classified Data البيانات المجمعة التي تكون على شكل مجموعة أو الجدول التكراري بالبداية أولاً الطقطة أغمية سننجد منطقات أول طقطة أغمية التي تكون الأسجم المجموعة في الـ ACF أكبر أنه هناك أغمية مجموعة من الطريق وطلقة الأسجم المجموعة هو أول أصغر أصغر أكبر من منتصف مجموعة التكرارات المقصود بها هو أول قيمة إذا نرتب جدول التكراري ونعمل ونعمل الـ ACF نشوف أي قيمة من الـ ACF تكون هي أعلى من منتصف التكرارات إذا بالحالة هذه الحالة يجب أن أعني أشتغل أول أمر أشتغل قيمة منتصفها وأبحث بالجدول عن الـ ACF هو أصغر واحد الذي يكون قيمته أكبر من منتصف هذه المجموعة التكرارات معادلة المالتها هو الـ Median الـ Median تساوي بـ L وهي الـ Lower Bounder of the Median Class ما هي الـ Median Class؟ الـ Median Class هي الفئة التي يكون أصغر أصغر ACF التي تكون أكبر من منتصف مجموعة التكرارات ونعمل الـ N ونعمل الـ N وهي الـ Number of Observation يعني الـ Frequency ونعمل الـ Summation F لـ L يعني مجموع كل sum of all frequencies كل التكرارات أصغر من الـ Median Class وهي أقل من الفئة المنوالية الـ Median Class هو الفئة الوسيطية الفئة الوسيطية و الـ F هو الفئة الوسيطية هي تكرارها هنا عن F يعني الـ Median Class هي تكرار الفئة الوسيطية أما C فهو الـ Median Class Interval اللي هو ما أخذناه الـ Median Class Interval اللي هو C خنشوف بمثال مثال هنا For the Following Classified Data يطانب Classified Data أو أقل لك Group Data نطاني جدول تكراري بمجموعة من الفئات الفئة الأولى الثانية الثالثة الرابعة خمسة فئات وكل فئة تكرارها المطلوب من عندي إيجاد الوسيط الـ Median حتى أوجد الوسيط لازم بالبداية أرتب الجدول كالأتي أحمق ثاني جدول وبمجموعة الآخر والثانية الثالثة وثانية الثالثة وثانية الثالثة ما الذي أرى؟ وفي البداية قبل كل شي انا لازم نعمل اقعد للمعادلة اللower boundary of the median class فلازم اقعد لدينا اقعد لدينا الى الأساس القيمة الاولى كانت Unit 1 عنده Accuracy هذا نقصها من النصف وهذا يزيد لها نصف فبالتالي هنا انا 29 ونصف هنا انا 39 ونصف وهكذا رتب للمعادلة بعدها أعمل Ascending Communiative Frequency هذا ما ننسى بالبداية أن أول فئة قيمة نفسها نفسها ACF للفئة الثانية من يجد 18 أجمع الـ 6 و الـ 12 و الـ 18 الفئة الثالثة الأولى والثانية والثالثة الـ 6 و الـ 12 و الـ 15 مجموحا 2 و الـ 23 و الـ 23 وهكذا إلى الفئة الأخيرة حيث تجد و الـ Ascending Communiative Frequency for the last class يجب أن تجد كل تكرارات يعني مجموعة كل تكرارات يعني في هذا المكان حتى أوتجد الـ ACF يجب أن أجمع الـ 6 و الـ 12 و الـ 15 و الـ 13 و الـ 8 يعني أجمع كل تكرارات و بالتالي أجمع الـ 54 أول خطوة يجب أن أحدد is the first smallest class that has ascending أصغر واحد يكون قيمته أصغر قيمة ولكن في نفس الوقت هي أكبر من مجموعة تكرارات على 2 سأجي أرى أول قطوة يجب أن أرى مجموعة تكرارات كلها مجموعة تكرارات كلها 54 القسم على 2 جد طيني 27 إذن هذه المتصر التكرارات التي يوجد N over 2 بالمعادلة N over 2 54 على 2 27 ثم The median class is هذه القيمة أعرفت هذه القيمة أنا لدي 27 هذا هو المتصر التكرارات هو القيمة المصدرية للمقارنة أرى ACF 6 أكبر من 27 لا الثانية 18 لا الثالثة 33 هي أكبر وعندي 46 أكبر وعندي 54 أكبر لكن هذه القيمة هي أول وحدة أكبر منهم أول وحدة أكبر منهم أول وحدة أكبر من المعادلة أول وحدة أكبر من منتصف الدكرارات لا ثانية 18 ولا أخذت أول وحدة أول وحدة أول وحدة وتكون أضمن وحدة 33 التي تكون قيمتها ACF أكبر من منتصف الدكرارات أرجع مرة الثانية 18 بالبداية أرتم ACF وعندي الريفرنس بوينت مالتي هو منتصف الدكترارات على الفنين اللي هو 27 النوفر 2 أقارن 6 أكبر من 27 لا 2018 لا إذن الفئة الثالثة لماذا؟ لأن أول فئة ظهرت لي تكون قيمة ACF مالتها 33 أكبر من 27 إذن هذه الفئة الثالثة هي الفئة الوسيطية إذن من أجل البيساب L يجب أن أجل الريفرنس بوينتها الآن أقلنا 54 سمواتي الريفرنس بوينتها أقل من الريفرنس مجموعة التكرارات التي أقل من الريفرنس نحن قلنا نقول ماذا؟ الفئة الثالثة اجلتها من التكرارات 6 أكبر من 12 هذا هو الفئة الوسيطية 6 أكبر من 12 أكبر من 18 حسنا Frequency of the Median Class تكرار الفئة الوسيطية نقلنا الفئة الثالثة إذن تكرارها 15 وقام من الـ Class Interval ثابتة في التقييم من الـ Class Boundary من كل قيمة 30 نصف نقص 27 نصف وقام من الـ 10 مباشرةً أخليها بالمعادلة مالتي اللي هي زائداً ناقصاً مجموع على الفريقونس ونضبط الـ 55 هذا هو مجموع نأخذ القياس الثالث المود مانوال المود هو القيم التي تتكرر أكثر من مرة يعني إذا عندك مجموعة من القيم وستدكرت به القيم أكثر من مرة إذن هذه نسميها مود يعني هي التكرار القيم لأكثر من مرة بعض الأحيان أكو عندي قيم ما بيهم انتقارات يعني مثلا أرقام ما تتكرر مرة و مرة و ثلاثة إذا نقول ليس هناك منوال No mood is available ما متوفر وأكو قيم لا بالعكس تتكرر مجموعة من قيم مرتين مثلا عندي أرقام اتكررت القراءة بها عشرين مرتين وتكررت القراءة مرتين إذا سأقول هذه هي Multi Model متعدد المنوال لماذا؟ المنوال يوجد أكثر من موالي هو بالقيمة عشرين والقيمة سبعة وعشرين وهذه كلها سنلاحظها إن شاء الله هذه السنة سأتأخذها في المنوال لأني group data إذا عنده متغير X فنلاحظ أي القيمة التي تكون دائما تتكرر هي المود داخل مثال مثال for the following raw data ما هي raw data؟ يعني any group data نطلق متغير X و متغير Y و متغير Z متغير X و يريد 1 2 3 5 5 1 2 4 5 1 2 5 5 9 9 1 2 3 3 12 7 7 9 1 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 0 1 1 1 1 2 6 2 2 4 1 2 3 5 5 6 GO 100 1 2 3 5 6 6 7 8 8 9 1 2 3 2. 2 4 1 3 3 7 9 1 1 1 2 3 6 1 2 4 2 4 6 1 1 2 2werk قيمة خصوصية. استمرار قيمة خصوصية. الأمام الأمر إذا دائما قالت موضوعية 5 موضوعية. فموضوعية 4 موضوعية موضوعية. قيمة 1 موضوعية. لأن قيمة 1 موضوعية خصوصية. اكثر من مرة. نتغير ياتي ايضا نرتبه من الصغير الكبير. الاحظ اني لدي اربعة 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 مود. خمسة. ستة. ستة. هؤلاء مود ثاني. اذا اني لدي اثنان 2 مود. لكن لا نقول 2 مود و 3 مود. لا نقول ت نفسه. ملتي مود. يعني متعدد من منوال. فبالتالي لدي قيمة قيمة 4 و 6. هنا يجب أن يكون قيمة واحدة أو أكثر فرقة بين الـ median و لا الـ median يظهر إذا كان عداد زوجية موقع الوسيط و يظهر المعدل معناته يظهر قيمة واحدة أما هنا يظهر قيمة واحدة أما هنا يظهر قيمة ثلاثة أربعة حسب تكرارها نأخذ آخر متغير الزي نرى الزي 237-9-11 لا يوجد قيمة تكرارها أكثر مرة فبالتالي نقول there is no mood لماذا يظهر الـ no mood يعني لا يوجه مود لا يوجه مود لا يوجه أكثر من مرة واحدة سوف نرى ملاحظاتنا على المود ما هي أول ملاحظة The mood may or may not equal the mean and median قد يساوي أو قيمة المود قد تساوي المين والميدين أو ما تساويهم هذه ملاحظة خليل بالي يمت تساويهم و يمت تساويهم و يمت تساويهم نفس المثال الذي قدت قبل شوية إذا أنا عندي قيمة التي هي مثلا خمسة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة المين و الثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة فقم mantenهم الميدين السرطي أخير من الأول و الثاني أو ثلاثة أو ثلاثة هذا الملاحظة دعني بالمين لازم اكو قيمة وبالمود بالمين ايضا لازم اكو قيمة هنا قد ما تكون عندي موديل بحالة متغير ما تكررت عندي اكثر من قيمة من قيم المتغير ملاحظة تتعرف اذا اقوم وجود مودي ما قد يكون قيمة وحيدة احنا اخذنا بالمين قيمة واحدة بالميدين ايضا قيمة واحدة سواء زوجي او فردي ولكن بالمود اذا موجود قد تكون اكثر من قيمة مو الا قيمة واحدة وهذا مثال ساقب شوية اخذناها بالمتغير وانطقتني قيمة المود اربعة وستة نأخذ المود الساقب المنوال للقلاسفايت ديتا اذا كانت مجمعه او جدول تكراري ما نجد نجدها؟ عندي معادلة المود نسمى ال 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 هي الفئة اللي يكون مجموع الـ ACF الهي الـ Ascending Cumulative Frequency هو أكبر من منتصف التكرارات على الثاني يعني من نصف التكرارات هنا عندي model class الفئة المنوالية ما هي الفئة المنوالية؟ The model class is the class which has a maximum number of observation هنا لا يقول لك أكبر من نصف، لا يقول لك هي الفئة اللي يكون بها أكثر عدد للـ observation أكثر عدد من التقرارات بالجدول أي فئة من التقرارات اللي يكون بها أكثر عدد من التقرارات يقول هذه هي model class هي model class الفئة المنوالية وDelta 1 وDelta 2 Delta 1 Excess of the model class frequency over frequency of the next lower class الفرق بين تقرار الفئة المنوالية وفئة الأصغر منه وDelta 2 Excess of the model class frequency over frequency of the next higher class الفرق بين تقرار الفئة الوسطية والفئة الأكبر منها لإعلى من عددها إذن Delta 1 الفرق بين الفئة المنوالية والفئة الأقل من عددها وDelta 2 هو الفرق بين الفئة المنوالية والفئة هي أعلى من هي أما C فهو Model Class Interval وهي تكرار الفئة المنوالية وهذا ثابت لكل الفئات يكون ثابت نأخذ مثال ووضعنا الأمر هذا انطاني جدول قال لي هذا الجدول Find the Model of the Following Classified Data انطاني جدول بخمس فئات في الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة مباشرة هنا أستطيع أن أحدث لا أستطيع أن أحدث في الـ Ascending Community Frequency الذي يظهر في الـ Median Class فهو مباشرة أستطيع أن أحدث ما هي الفئة المنوالية الفئة المنوالية هي الفئة المنوالية التي تضم أكثر عدد من تكرار maximum number of observation هذه الفئة 6 12 15 13 إذن أعرف قيمة Frequency مهلا عالي 15 إذن هذه الفئة من 50 إلى 59 ليش لأن نضم أكبر عدد من تكرارات إذن هذا هو القبل The Model Class is 50 إلى 50 ليش إذا أحاول إذا أحاول كلاس باوندري نقلنا نص من 50 ونضيف نص 59 ونص إلى 59 ونص فأنا أعرف أنه الأول إذن الآن تكرار الفئة المنوالية و تكرار الفئة المنوالية و تكرار الفئة المنوالية محلية تكرار من 15 خلال من 15 نقص دلتا 2 يكون يدعي 20 قوال ثلاثه outra 2 و niemandذي可以 changes the equation هذه أعلى قوال ناقص فوق and zero The delta 1 الذي نع것ه هو الجرش The delta 2 هو الجرش الى الفئي الانchaft minus 12. سوف نقوم بإضافة المقياس الثالث سوف نقوم بإضافة المقياس الثالث سوف نقوم بإضافة المقياس الرابعةOn 맞 Snapped سوف نقوم بإضافة المقياس الرابع وخامس سوف نقوم بإضافة الرياضية سوف نقوم بإضافة الركي 이해 ما هو الوسط الهندسي المقيم reflex هو نوع من أنواع المعدل of the set of numbers ما هو الفرق بين that is different from the arithmetic mean هو يختلف عن المين هو نوع من أنواع المعدل ولكن يختلف عن من؟ عن المين The geometric mean is well defined only of sets of positive real numbers لازم تكون عندي positive real numbers وهذه المعادلة شون نجي نوجدها is calculated by multiplying ضرب numbers الأرقام call the number of numbers رقم الأرقام أو عدد الأعداد and taking the nth root of the total نأخذ the n root يعني the geometric mean تقول القيمة الأولى في القيمة الثانية في القيمة الثالثة إلى آخر قيم سوف تضربهم لأنهم متبلين وضربناهم وبعد نتقل ونأخذ نأخذ ما هو جذر على الأرقام يعني لدي خمس أرقام جذر خمسة لدي عشر أرقام جذر عاشر لدي عشر أرقام جذر عشر أو نستطيع طريقة ثانية باللغارثم نقل log g وهو جهومتري من الرمز مالتي يسمى لغ كل قيمة على total number of numbers يعني عدد الأرقام سنرى المثال المالتي واضح مثال بصير ومثال 1 2 4 5 من الرمز تبدو جذر ن مالتي المالي لدي كم عدد عدد لدي ن لدي 5 عدد الأول عدد الأول وقيمة 1 2 3 5 الان ف نأخذ قيمة والعدد الأول ومسيطر المün και labl yerins 1 xN إذاً سيكون 1 x 2 x 3 x 4 x 5 ون الآن نقول عن هذه الأعمال باي Yeone 2 x 3 x 4 x 5 więc الآن نשלح norm one to two to three to three to four to five ونقوم ب package with the geometric Jah الوسط الهندسي أخر موضوع اليوم إن شاء الله الهارمونيك مين الوسط التوافقي الهارمونيك مين الهارمونيك مين مجموعة من الأرقام X1 X2 X3 Xn معادلة H هو الهارمونيك مين عدد الأعداد على مجموع مقلوب كل عدد ، لكن إعادة 1 عدد حتى الحوالي أختلاحه أن نحن مينويك 것은 يعني ف данي 5 أرقام 1 X 4 Xn 1 X 2 X 1 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 4 X 4 X 4 X 3 X 4 X 2 X 3 X 4 X 3 X 4 X 4 X 3 X 3 X 1 X 4 X 4 X 5 X 4 X 3 X 2 X 3 X 4 X 4 X 5 X 4 X 4 X 4 X 5 X 4 X 3 X 5 X 4 X 4 X 5 X 4 X 5 X 4 X 3 X 4 X 3 X 5 X 4 X 4 X 5 X 4 X 4 X 5 X 1 X 4 X 4 X 4 X 2 X 4 X 5 X 5 X 4 X 4 X 5 X وعلى ثلاثة وشنو حاصل جامعهم ننطيني الهارمونيك مين هنا محاضرة ننتهت إن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء